كان لفت أيضا في كلمة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس دكتور طارئ فكرة توجيه نداء للمجتمع الدولي بأنه بات هذا المجتمع فاقد الثقة في المنظمات الدولية وبشكل لا مثيلة له فكرة فقدان الثقة بالمنظمات الدولية على أنها تكون قادرة على إيقاف إسرائيل في هذه الحرب كيف ترى هذه الرسالة؟ وأيضا أهم ما تضمنه خطاب الرسالي الرئيس بالأمس هو طبعا زي ما حدك أشرت دكتور محمد وفي تركيز على أن المجتمع الدولي مجتمع ربما يعني أضع ما بين قصين هو جائر لم يعطي القضية الفلسطينية والقضية العربية حقها في هذا التعامل هو في تخازل في المجتمع الدولي ربما كانت في إشارة مهمة إلى هذا في وجود الأمين العام لأمم المتحدة برغم أنه هو بذل مجهودات للأمانة تقتضي أن نقول جاء إلى مصر زي ما حالك تذكر ووقف قدام معبر رفح هناك الرسالة لكن هذا المجتمع الدولي عليه أن يحول الأقوال إلى أفعال يعني القضية حضرتك مش مجرد أنك بتقول أن المجتمع الدولي أو التنظيم الدولي بكل مؤسساته فشل في التعامل مع أغلب القضايا مش القضية الفلسطينية لكن الآن نقطة من أول السطر أن هذا المجتمع الدولي عليه أن يعطي حقوقه للدول بما فيها طبعا الحالة الفلسطينية الصارخة يعني لكن مفترض أنه هذا الأمر يترجم في وجود الأمين العام الأمين العام له صلاحيات كما تعلم حاجة تقول محمد أنه صلاحيات وفك المادة 90 يقدر يحرك كثير من الأمور على أنه ده بيهدد الأمن والسلم الدولي فسيادة الرئيس قال هذه النقطة أنه لابد للمجتمع الدولي أنه يقوم بدوره في هذا الإطار حس الطرف الآخر نحن لا ننتقد بصورة فيها نوع من الموضوعية للأطراف الأخرى لكن إسرائيل كانت حضرة في القمة بصورة أو بأخرى يعني توجيه الانتقادات الكاملة فيها طبعا وخصوصا من الدول التي عقدت سلاما مع إسرائيل وهذه رسالة مهمة لعلى الطرف الآخر يتفهمها أنه الدول الرئيسة القمة في مملكة البحرين والبحرين أقام سلاما مع إسرائيل وطبيعة الحال الأردن ومصر فبالتالي أعتقد الرسائل كانت مباشرة وساد الرئيس جات في توقيتها نحن لن يفرد علينا شيء يعني برضو الأمور يجب أن تضع في إطارها أنه لن نسلم بواقع يعني فيه جزء خاص حتى بموضوع فتح المعبر حضرتك أمر مهم للغاية أنه إسرائيل هي من تغلق المعبر رغم الوقتعات الإسرائيلية وتصفحات اللي بتخرج من هناك يعني من وقت لآخر بأن المسئولية تقع على الجانب المصري تقع على الجانب الإسرائيلي مباشرة وأعتقد أنه الموقف الرسمي المباشر وحتى بيان وزارة الخارجية الأخير الرد خلال كان وقت سريع جدا للرد على الأكاذيب الإسرائيلية كان أمر مهم جدا ما يطرحه وزير في الحكومة الإسرائيلية يتم الرد عليه من الجانب المصري مباشرة ووزير سامح شكري رد بصورة طبعا إحنا مش هندخل معهم في مهاترات إعلامية لأن حضرتك تعلم أن هذه الأمور قائمة على فكرة المزاعم والأكاذيب لا توجد حقائق على الأرض وبالتالي إحنا بنحدد ده وفك السوابة المصرية في التعامل نرفض فكرة الترانسفير نرفض الحلول من جانب واحد نرفض الترتيبات اللي هما بيقوموا بها في إجراءات عديدة لوضع إسرائيل في إطارها وطبعا محكمة العد نتوقع بطبيعة الحال أنه لها تأثير بصرف النظر عن التدابير اللي حيتم تمريرها بصورة أو بأخرى لأن الأول مرة حضرتك بتستحضر إسرائيل أمام قضاء دولي بصرف النظر عن أي أحكام وهناك حالة فزع دكتور محمد في إسرائيل خلال 3-4 أيام الماضية لأنه حتبدأ تشغل إسرائيل بكل هذه القضايا أمر مهم جدا بتقود الدولة المصرية وطبعا انضمامنا للدعوة القضايا طبعا أمر مهم لأن مصر دولة جوار ومصر دولة متأثرة وليها جهد كبير في القضايا الفلسطينية فربما لها دلالات أكتر من الدول اللي قدمت والتحكت بهذا